اشتركوا في القناة ايه اللي بيقول لي لازم غرفة استنبات غرفة استنبات ايه اللي روح اكلف غرفة استنبات تلاتين اربعين خمسين الف جنيه على الاقل اقل حاجة وازيت كمان ليه طب ما انا قدامكم وهو غرفة عند الطيور في شقة مهجورة مثلا لسه بتتوضب جنب شباك ركبت للشباك سلك على شان الفران خلوا بالكم الفران لو دقلت هي بتاكل الشعير وحبوب الشعير وحينتشروا في المكان الفران فلازم تحافظ على المكان ما يباشر فيه فران جنب الشباكة هو اضاءة يعني اضاءة طبيعية وفي شقة الطيور اللي بالرب فيها طيور وعمل رفين خشب الرفين الخشب كل ما نطلع للطيور مرة او مرتين في اليوم بالخرطوم بنسقه وعمل الرفين دول في الحمام يعني عشان حتى لو حصل تطاقط ما يجرلوش ما يجراش حاجة وبس اي مرة واحدة بس وهو جنب الشباك مش محتاج اضاءة او لمبانيون واحد وهو دلوقت اللي قدامكم ده في مكتبي يعني ممكن تزرعه في المكتبك بتاع رفوف خفيفة جدا معمولة عبارة عن معدة زي ما انت شايفينها كده كانت قديمة كانت هتترمي والله في الزبالة كنت جايبها من عنت بمئة وعشرين جنيه جزمات وحاجات قديمة خليت رفوف بتاعتها او زا ما انتو شايفين زرع فيها كعير المتبت في مكتبي مش كده وبس ده في غرفة النوم ممكن الست تزرع وهو زرع جميل جدا في غرفة النوم ومن تحت خالص بعمل رفف صاج اللي هو اللي انتو بتحطه فيه الرفوف الصاج اللي الست بتحتاجها دي لعمال البسكوت والحاجات دي بحطها تحت خالص علشان ما يحصلش ان المية تنزل المية اللي هو العشان المية لو فيه زيادة في المية متنزلش على ارضية المكتب مش كده وبس ممكن فوقوة ظنهم كمان ده زرع جميل وشيك زم انتو شايفينه كده وبتستفيدوا بيولو الطيور وهي رشة واحدة او رشتين في اليوم ببخاخة بخرطوم عندك باي حاجة رشة بسيط شوف البخاخات اللي انا معلقها على الجنابة ايت برش بيها رشة واحدة في اليوم او رشتين وانتهى الموضوع عليك كده وبتاخد كل يوم بتاخد منه اكل للطيور بتاعتك وان خعير المستبت سهل وانها مليون مرة ما فيه صعوبة ولا محتاج غرف استباد غرف استباد ديات معمولة ليه غرف الاستباد ديات بتكون مثلا واحد عنده مزرعة ضخمة جدا فيها خمسين ستين بقرة فيها قطيع من الغلم قطيع من الدواج متعارف ايه الغرف الاستباد ديات بيبقى فيها ترمستات كده رشاشات بالنتبه الاضاءة بتبقى اضاءة اوتوماتيك كده على كل رف فيه لومضنيون غير كده بتبقى كل اربع خمس ست ساعات فيه ترمستات بيشتغل بخخات كده ضباب يرش الشعير المستنبه وخخالة اوتوماتيك بحيث ان صاحبها بييجي فقط يفتح الباب يغضي الشعير يرميه للطيور ولكن حتى في المزارع الكبيرة مش محتاجين احنا غرف استنباد اللي هي تبقى تكريفتها عالية بالمنظر دي طب انا عبارة عن غرفة لو هي غرفة عايز توكل خمسين ستين بقرة او مية وخمسين ام ارانب او اربعين خمسين حصان او حاجات زي كده هي عبارة عن رفوف خشبية غرفة 30 في 9 متر او 3 في 9 متر 3 متر في 9 متر او 3 متر في 6 متر ولمبتين نيون ورش بالخرطوم يوم او مرة او مرتين في اليوم فقط بتنتج شعير المستبه وشعير المستبه قلنا 100 مرة والله العظيم ابسط من الازؤول او ابسط من اي حrade شعير المستبه بتجيبو بتخسيلو بتحط عليه كلور لمدة نص ساعة بعد نص ساعة بتخسره وتنقعه في المياه لتاني يوم تاني يوم بتزرعه في الأطباقة اللي موجودة ودي الناتج هو قدامكم ما شايفينه أنا مسكوا بإيه دهود الناتج هو الخعير ما تكلفناش حاجة الكيلو بيديك من ستة لتمانية كيلو وهو الدمك هو بقى طعبة دي للطيور سواء دواجل سواء بط سواء خرفان سواء حصنة سواء أبقار سواء كل طول بتاكله وقلنا على فايدته ضخمة جدا وممكن يختلط زي ما شرحنا في الفيديو السابق يختلط بنسبة 50% يعود النقص اللي موجود في الأزولة أنا حبيتها وضح لكم لأن الناس يقولون ده لازم رطوبة معينة لازم حرارة معينة والله أبدا بنزرعه في غرف النوم بنزرعه في قط المكتب بنزرعه في كل مكان الخعير المستمت لو فهمته وفهمته طريقته وتعيشت معاه هتعرف تتعامل معاه بسهولة ازرع وجرب بإيدك مش هنأكل حاجة مش هنشتري أعلاف بـ 27 وبـ 28 وبـ 30 أنا آسف ماينفعكي إحنا في مصر إحنا في مصر اللي خزنت اللي أكلت العالم كله أيام سيدنا يوسف الأمح وأكلت العالم كله الأكل والعالم كله مكانش فيه أكل كل سنة وانتو طيبين معاكم واقل عباس وياريت حلقات بتعجبكم أنا عارف إن الناس كتيرا بتتكلم معايا على القناة والناس كتيرا بتتصل بها بالتلفون وإحنا بنحاول وبلاء ما بلاء أي حاجة أو أي حاجة تفيدكم وتفيدنا بشرحها وبتطلع لها الفيديو حتى لو الفيديو صير كل سنة وطيبين سلام عليكم